وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فالأولياء ما بيعلم الغيب قال الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب ألا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فقال الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب والأولياء لا يعلم الغيب قال عمر بن الخطاب ولا يعرفه منا أحد وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم فالأولياء ما بيعلم الغيب تستفيد إن الأولياء ما بيعلم الغيب زي ما بقول الدجالين الكذابين الأفاكين دعاة التصوف والطرق الصوفية البرعي في كتاب رياضة الجنة ونرد جنة في قصيدة يسمى قومك نزاور سفحة 113 كتاب من إصدارات مدبعة الأصباط كتاب بتاعة أحفاد الشيخ البرعي شامده يقول ليه كتبته إنتا وطبعته إنتا وطبعته هناي أمشي لأحفاد الشيخ البرعي قول لهم طبيعيين الكتاب ده مالكم ماشاولي أوباما وماشا بتاعة الطريقة السمانية هنا في أمدرمان ده المرشيد بتاعهم ماشاول مهم كمية من الصوفية لكن حمية ده ما ساقوه خلوا المسكين لما طبعا ما بيتشرفوا به مسكين بتاع الحمامات ده فديه للصوفية شيخهم أوباما ماشاوليه قالوا ده يحاربوا الإرهاب الإرهاب بتحاربوا بالكفر الله سبحانه وتعالى قال وما كنتم متخذ المضلين عدو ده ما بتناصر بأهل الضلال وما بستنصر بأهل الضلال قال الله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ده إذا كان في أهل النفاق فكيف بأهل الكفر الواضح الباين الباين داري قالي حارب باوما الإرهاب انتكلمت حارب الشرك الواقع فوقه واباما باللول الأولى شنو الأولى الشرك ولا الإرهاب كل نحن بنحاربه بنحارب داعش وبنحارب القاعدة وبنحارب كل الأحزاب التكفيرية الضالة بالآية وبالحديث ولا نستعين بأهل الضلال من أهل الكفر والفساد النصارى الضالين المشلهم ناس حميدة أو شيوخ حميدة لأنه ده حوار ساي ما تشوفوا قاعد هنا ورابط لعيمة وقاعد لابصلة طاقية خدراء بيشحد السبعة الشوية بتكمل الفراس بتكمل بتنتهي ما هيعرفوا الشنو الوحبية دال والريالات والوحبية والوحبية بتخلص والكلام الفراس بنتهي ما هيعرفوا الشنو حيقوم يفتح لك مسجن لشغيل لك وحركة الشيخ محمد عبدالوهاب وحاو يا بتلمي كمان دي واحدة كامرة زادة بتكون صوتها بتاع النصرانية الله أعلم بإسلامها لكن بشغيل لابد فتر الكلام الفراس انتهى ما عنده ما عنده علم ده دالة الصوفية اللي بيقولوا الأولياء بيعلموا الغاب دالة ناس حميدة كويس ده في النهاية دائر منك شنو حميدة ده دائر منك بعد الحللة تعالوا عندنا الحجاب بتاع السكين وحجاب بتاع رزق وحجاب بتاع موية وحجاب من بتاع المرور كويس إذا كان عندك الحجبات دي كلها بتشحد مالك بتشحد عندك حجاب رزق وبتشحد يا حميدة يا أخي ما أعكل يا أخي يا أخي أعكل شوية بس أعقل خليك من آية وحديث دي أصلا ما في شك إنها دليل لكن كده تعال بالعقل اللي عندك ده لو عندك عقل بتشحد وإنت بتبيع حجاب الرزق الزلطة بيجي في رمضان في سوق ستة هناك أدوني حق الموية حق المويات يا ناس ده رشرب عصير ومعقولة الناس بتمسي تتعلم الدنيا بالقروش نحن نديكم للسوق بيقول كده يعني حق البنزين ما نلقاه إنت بتبيع في حجاب الرزق حق البنزين ما عندك يا أضال يا حميدة فالناس ده ما عندهم حاجة ده للصوفية ناس حميدة بتاعنا الطريقة السمالية وغيرا من الطرق كويس فقال اخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله لابد فيها من ثلاثة أمور لابد أن يصدق الإنسان بقلبه ويصدقها بلسانه ويصدقها بعمله لا يجوز أن يخل بشيء من هذه الثلاثة أمور تصدق لا إله إلا الله بقلبك وتصدقها بلسانك وتصدقها بعملك لا إله إلا الله عندها معنى لا إله لا معبود لأن الإله كما قال أهل اللغة العربية وأئمة المفسرين الإله هو المعبود لا إله أي لا يوجد إله معبود بحق إلا الله لا إله نفي للألوهية عن من سوى الله إلا الله إثبات للألوهية لله عز وجل وحده والألوهية الحق لأن هناك ألوهية باطلة أنكرها الله ونفاها الله عن من دعوهم مع الله سبحانه وتعالى لا إله معناتها لا تعبد إلا الله لا إله إلا الله المعناها لا معبود بحق إلا الله تصدقها بلسانك تقول وصدقها بقلبك وتعمل بجوارحك وبلسانك بمعناها ما ينفع تقول لا إله إلا الله وكان عترتها تقول يا المكاشفي لا إله إلا الله بكت مافي لا إله إلا الله فسدت انتقضت لا إله إلا الله معناته الله بس تزعل الله تركع لأله تسجد لأله تستغيث بأله تذبح لأله ذبحت لغير الله سجدت لغير الله ركعت لغير الله سألت غير الله لا إله إلا الله بقى الزيال ما فيش حتى لو رددت أمية مرة لأنه عندها معنى معناته ما بسجد لغير الله معناته ما بعبد غير الله معناته ما بنادي غير الله دي لا إله إلا الله عشان كده الصوفية تلقاهم عندهم في الأوراد بتاعتهم لا إله إلا الله تلقاها ألف حاجة مرة لكن بعدها طوالي طوالي بعد الورد بتاع لا إله إلا الله يا سيد الفلان الحقني ويا سيد العلان الحقني وافزعني فايدة لا إله إلا الله شنو؟ ما استفدت من نطقها شيئا لأنك لم تعمل بها فلن تفيدك يوم القيامة إلا أن تعمل بها وتنطقها وتؤمن بها بقلبك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله سبحانه وتعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون بصلي هاي بصوم هاي بيت الجامع بالصدق لكن كافر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ليه لا إله إلا الله بقلبهم ما فيه في قلبهم ما فيه لا إله إلا الله قالوا أبي لسانهم بس الصوفية قلاب لسانهم في قريب ما فيه وفي دوارح ما فيه لو الصوفي عتر ما بقول يا الله بقول يا عبد الله يا المخلوق أنجدني مع الله ده الصوفي والدين الإسلامي الإسلام لا إله إلا الله لو عترت تقول يا الله ده الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فازه لله وإذا استعنت فستعمله ده الإسلام ده الإسلام عبادة الله وحده ما تعبد لك فكير مع الله ما تعبد لك شاختريك مع الله تعبد كيف تناديه تعبد كيف تطبح له تعبد كيف تخاف منه يشير رزقك يشير عمرك يشير إيمانك ما بيأقدر على هذه الأشياء إلا الله عز وجل ده الإسلام الإسلام توكن على الله إيمان بالله استغاثة بالله خوف من الله رجال الله لا يشرك في ذلك أحد من المخلوقات للنبي للرسول للولي لا غيرهم من المخلوقات الإسلام تتنادي على الله مجزة الصوفية الإسلام تتعتمد على الله لا تعتمد على الحجاب لا تعتمد على الكمون الكمون ما بسولك شيء ما بيدفع عنك الضر الذي لم ينزل لأن الكمون شفاء وشفاء يكون بعد نزول شنو الداء شفاء شفاء من الداء يزيل الداء الحب السوداء شفاء من كل داء إلا السام ما يفع تعلقه النبي قال الكمون شفاء من كل داء ما قال علقه وما قال ليزول علقه وما علقه عليه الصلاة والسلام ولا علقه أصحابه ولا أقر أحدا على ذلك لأنه لم يفعله أحد من أصحابه رضي الله عنهم فالكمون تبلعه تشمه تتمسح بزيت بتاعه شفاء قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفاء لكن تعلقه زي الواحد المشأة اشترع حقنة بتاعة ميلاريا من الصيدلية وقال الميلاريا بتشفي من الحقنة بتشفي من الميلاريا فأنا حعلقه ما بيسوي لي حاجة كويس ولو الميلاريا ما جاته لبس له كود ولبس له أبرول بتاع حقن أو أبرول بتاع راجمات بتاعة ميلاريا ما بتنفعه ولا بتزيل عنه الميلاريا تجايبها الله ما بيزيل عنك شيء لم يأتي بعد إلا الله ولا يزيل عنك شيء أتى إلا الله عز وجل شان كده ما تحتمل على غير الله لن تعلق كمون لن تعلق حبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق تميمة فقد أشرت وقال إنما الرقى والتمائم والتولة شرك الرقى الشركية زي حقنة الصوفيدل الواحد يجيبك يبدأ لك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كويس كويس ده قرآن يمشي لك الدام يقول لك شقش شقموش نمو شلخ أبو نوخ راعي المنخ العدل العدل الساعة اتنين ده قاله وين شان ما تقول لها الكلام ده أنا ناجره من رأسي قاله عبد المحمود نور الدائم من الأوراد التي تكتب لمن به حمى كتب أحمد الطيب البشير صاحب الطريقة السمانية في كتاب زاهير الرياض قال ويكتب لمن به حمى شقش شقموش نمو شلخ أبو نوخ راعي المنخ العدل العدل الساعة اتنين ده دي نسي لاقاك سيجي ويجي يقول لك الحجاب ما فيو شي الحجاب من القرآن حجابك من القرآن السيح شقش دي لاقاتك وين شقش دي بتلاقيك في السوق ساي لكن ما بتلاقيك في القرآن ما في شغلة يسمى شقش شقموش وحوس ده ما دين الشغلة بتاعت الصوفية دي ما دين ما دين ما قرآن القرآن الله نزلوا فيه شفاء للناس أقراه أسمعوا كويس تدبروا فيه شفاء أمراض القلوب أمراض العبدان الله بيشفيك لكن تعلقوا ما علقوا النبي عليه الصلاة والسلام وحرز أبي دي جانا الذي يروج له الصوفية موضوع حكم عليه بالوضع البيهقي في 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 كتاب دلائل النبوة شعر الصوفية دي اللاز دجالين تعرفون دجالين البيهقي بعد أن أورد هذا الحرز الذي يكتب حرز أبي دي جانا قال وحرز أبي دي جانا شيء موضوع قال أيضا أزلهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية الحرز البيهقي البيهقي للحجبات التي يكتبوها موضوع والعلماء الذكروا في الكتب تحت طوال قالوا الكلام ده موضوع ما حصل كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصوفية يستبيحون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من إن كذبا علي ليس ككذبا على أحدكم من كذب علي فليتبو مقعده من النار صوفية يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ناس حميدة ديل عشان في النهاية بيعلك حجاب بعشر جنيه ولا خمسة جنيه ولا خمسين ولا مية ياخنة تشتغل طلبة اشتغل اكل بيدك الأنبياء كانوا بيأكلوا بعمل يدينهم كويس كانوا بيشتغلوا يرعوا الغنم يشتغلوا في النجارة يشتغلوا الشغل معه لكن دار تجي تأكل باسم الدين ودار تكتب الكذب والإفت وتأكل بالدين وتأكل به أموال الناس بالباطل ديل يهم زي علماء اليهود وعلماء النصارى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ديل زي ترى هم زي الصوفية ديل وزي جمعت الأخوان المسلمين جمعت الأخوان المسلمين الذين سكتوا عن هذا الباطل الذي يفقع المرارة ويوجع الصدور الحية التي عرفت التوحيد وعرفت السنة ترى هذا الباطل المنكر المنتشر الذي لا يخلو منه بيت في بيوت السودان إلا ما رحم ربه سبحانه وتعالى ما بيخلو بيت من هذه الطرق ومن هذه العقاية التي لهذه الطرق ولكن دعاة وعلماء جماعة الأخوان المسلمين مثل عبد الحي يوسف وحمد الأمين إسماعيل وعلى الدين الزاكي وسليمان أبو نارو والأمين الحاج وما أعرف عصام أحمد البشير يسكت عن هذا الباطل بل عصام البشير وصل به الضلال إلى مدح البرعي مدح البرعي دعية الضلال الشرك والآعة الشرك دعية الضلال والشرك الأول في السودان في خطبة الجمعة قال وقد أفاض شيخنا البرعي في مصر المؤمنة بأهل الله في ذكر الأولياء والشعراء يتخلل بلسانه كما تخلل الباقر بلسانها أو البقرة بلسانها كويس؟ هؤلاء الدجالين جماعة الأخوان المسلمين يندح قصيدة أول أبيعة شرك بالله عز وجل مصر المؤمن أمنه الله عز وجل لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضعمهم من جوع وأمنهم من خوف ألبيهم من الخوف الله سبحانه وتعالى لا الأولياء لغيره ولو في ذو الصالح صالح في نفسه ما بيصلح غيره هذا يعاقب مع من يفسد من الناس إشان كذا في الحديث الذي معناه أن الله عز وجل أرسل ملكا ليخصف بقوم فقالوا له إن فيها عبدك فلان ابن فلان فقال به فابدوا إنه لم يكن يتمعر وجهه غضبا إذا انتوكت حرمتي أو كما قال سبحانه وتعالى فالزول الصالح بيصلي وبصوم وبيستغفر ويعمل ويعمل صالحان عبادات إذا كان ما بينكر المنكر الله بيعمه بالعذاب شان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال قال في الحديث إن الناس إذا راه الظالم ولم يأخذوا بيد على يده أو شكى الله أن يعمهم بعقابهم من عنده يعني الناس لو قالوا نحن صالحين وخلوا الباطل ينتشر وما أنكره الله بعقبهم كلهم لكن لو فيه زوال صالح فيه نفسه ومصلح لغيره بينكر الباطل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم وهم يستغفرون لو بتصرح الله بيشيل البلاء وبيخفف البلاء وبيسر وما بعم الناس بالعذاب لكن للتساكد الله بعذبك مع الناس حتى لو كنت صالح كويس فالناس تعرف إنه الصوفية ديل الجماعة بتاعنا حميدة ديل ناس دعا الضلال شفت ما قلت لك بدعا بس ورهتك الأسحان الحمد لله والله لا عالم ولا شيخ ولا غيره معلومات تعلمناها دارنا بلغة للناس لكن من السع مستعدة تكلم ليه بكرة والحمد لله لكن ده فتر السع فتر مش حلقه واجعه مش حلقه واجعه المعلومات كملت ما في تاني يقول لك شنو شغل البنية بتاعته فالناس تعرف إنه الناس ديل ما عندهم دين وما عندهم علم بل يريدون من الناس الضلال والإطلال ويريدون أن يشتروا بذلك ثمنا قليلا من هذه الحياة الدنيا وزال الله عز وجل أن يزيلهم من هذه الحياة وأن يشل لسان هذا الفاجر الضال المبتدع الذي يدعى حميدة